بسم الله الرحمن الرحيم حديث استوقفني الحقيقة هذا الحديث أنا شخصيا أرتاح له يريحك جدا يأخذك لعالم الآخرة يأخذك لموقف تقفه أمام الله موقف جميل جدا دعوني أقرأ الحديث أولا ثم نتدبر ونتأمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته انظر أخي الحبيب كيف أن الله سيوقفك هذا الموقف كل واحد منا سيقف وسيسترك بكنفه يعني بينك وبينه هذا الخطاب سيكون بينك وبين الله لا يسمعه ملك ولا بشر ولا أهلك ولا فلان ولا أحد من البشر ولا أحد من المخلوقات يضعك الله في كنفه ويسترك من المخلوقات والملائكة والناس ويخاطبك ويذكرك هل تذكر يوم فعلت هذا الذنب طبعا المتكلم هو الله سبحانه وتعالى والمخاطب هو العبد الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا فيقول أي رب نعم أتذكر ذنب كذا نعم أتذكر ذنب كذا حتى يصل هذا العبد إلى مرحلة يظن أنه هلك النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة يقول كل ابني آدم خطى يعني لو أمسكت أي إنسان اليوم ورأيت كم ذنبا ارتكب ربما تكون كارثة لأننا مكبلون بالأخطاء طوال اليوم نخطئ طوال اليوم فأنظر خلال السنوات خلال ستين سبعين سنة مثلا خلال عمر ستعيشهم كم مليون خطأ سيذكرك الله بها جميعا وأنت تقف في ستر الله وفي كنف الله وأنت في أقصى درجات الضعف وأنت تقرر ذنوبك كاملة تعترف بها وهنا الله عز وجل برحمته يقول لك لقد سترتها عليك في الدنيا يعني لم أكن لأسترك في الدنيا وأفضحك الآن واليوم أغفرها لك هذه اللحظة أخي الحبيب عندما تعيشها ستشعر بسعادة أنا لا أستطيع أن أحدثك عنها لأنني لأن لا لا يستطيع أي إنسان يتحدث عن حجم السعادة إلا من كان في هذا الموقف بعد أن يعتقد الإنسان أنه هلك وانتهى وأنه ذاهب إلى النار ولياذ بالله وأن ذنوبه كلها ظهرت أمام الله لا يخفى عليه شيء فيأتيك الفرج ويمحو الله هذه الذنوب ويغفرها يسترها أولا ويمحوها ويغفرها ثم يعطيك كتاب حسناتك يعطيك الكتاب كله حسنات من فرحة الإنسان في تلك اللحظة أنه من شدة فرحه يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أم ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية جنة عالية قطوفها دانية تتدل لعندي ثمارها ونعيمها كلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية المهم هذا الموقف أخي الحبيب أنا عندما أتذكره فعلا يعني إله سيغفر لي كل هذه الأخطاء كل الذنوب التي سترها الله علي في الدنيا سيغفرها يوم القيامة والله هذا إله عظيم جدا هذا الإله يعني يعني نحن لا نستطيع أن نوفيه حقه بل يعني هذه الكلمة خطأ يعني لا نستطيع أن نفعل أي شيء سوى أن نقول يا رب ليس بيدنا أي شيء أيها الأحبة ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة لا مثيل لها كل الرحمة الموجودة على الأرض التي تتراحم بها البهائم والأمهات والمخلوقات والكائنات إلى يوم القيامة هي واحد بالمئة فقط و99% من الرحمة لا زالت عند الله يخبئها ليوم القيامة ليرحمك بها أخي الحبيب لذلك هذه دعوة هنا للإخوة الملحدين إخوتنا في الإنسانية طيب أنت كملحد يعني كيف تعيش أنا أتسأل بالنسبة للملحد الذي لا يؤمن بالنبي ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني كيف تستطيع أن تعيش من دون هذا الإحساس يعني إحساسك بوجود إله عظيم ستقف أمامه سيغفر لك كل شيء طيب هذا الإحساس كم ثمنه هذا إحساس رائع أنا يجعلني سعيدا في الدنيا جدا يجعلني يعني أنا العبد التافه الفقير الضعيف لا قيمة لي هذا الإنسان الذي تصوره نظرية التطور وعلماء اليوم على أنه كائن جاء من قرد وسيعيش ويموت ويتحول إلى تراب وليس له أي قيمة يعني أنظر للعلم التجريب اليوم جعل من الإنسان مخلوق لا قيمة له ليس له هدف وليس له أي قيمة سعره مثله كمثل القرود يموت ويحيى وانتهى الأمر بينما الإسلام جعل لك قيمة كبرى الله عز وجل خالق الكون خالق هذا الملك العظيم مالك الملك أنت ستقف أمامه أنت الضعيف ستقف أمام الملك سبحانه وتعالى ويسترك بكنفه لأنه يحبك يسترك كما أنت تمسك بابنك وتأخذه وتغلق الباب لكي لا يره الناس وتقول يا بني أنت هذا أخطأت هنا وهنا أخطأت وهنا تخاف يعني طبعا والله المثل الأعلى أننا حدث كبشر نخاف يعني تخاف أن يسمعك الناس أو أن أحد يؤذي ابنك أو كذا من شدة محبتك له يوم القيامة الله أكثر حبا لك من أبيك وأمك ومن ناس جميعا هو يحبك لدرجة أنه لا يريد أن يزعجك بأن يطلع أحد على هذا الذنب سبحان الله لذلك يسترك بكنفه ويحيطك برعايته ويقول لك أتذكر 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 ثم يغفر لك هذه الذنوب يمحوها تماما ويعطيك كتاب كله حسنات كله الكلام الطيب الذي قلته لذلك أنت تفتخر أمام الناس ولكن لو كان فيه هذه الكوارث لكنت خبأته ها أم قرأ كتابي أنا ليس لدي الذنوب مع العالم أن الله هو الذي ستر هذه الذنوب وهو الذي محاها وغفرها لك نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا هذه الذنوب أيها الأحبة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وصدقوني أحبتي في الله هناك كنوز نبوية عظيمة جدا معظمنا غافل عنها بعض الناس المساكين يشككون بسنة النبي يعني أنا أقول حرموا هذه الكنوز يشككون بهذه الكنوز يقولون لا نريد السنة لا نريد كذا هو يعني مسكين لأنه حرم وللأسف هناك من يتأثر به ويتبعه وهذا أيضا محرم لذلك أدعوكم أحبتي في الله لهذه الكنوز أن تستفيدوا منها لأنها ستغير حياتكم كما غيرت حياتي وستعيشون حياة مليئة بالطمأنينة والهدوء والفرح والسرور برحمة الله سبحانه وتعالى فهو القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق